نبدأ بقى حادثنا ونتكلم في المهم ونتكلم على الحمد لله تاني فوز في كاس العالم للأندية النادي الأهلي قدر انه هو يوصل للدور نصف النهائي للبطولة بعد الفوز المستحق خلينا نقول والحمد لله القوي والفوز اللي كان شوية هقول فيه رعب او مش هقول فيه رعب كريم بلاش كلمة رعب فيه قلق كان فيه قلق عندنا انت كل ماتش كنا بنقول انه ده بطولة في حد ذاتها فالحمد لله كان شوية فيه تخوف كان شوية فيه رعب على مصلحة النادي الأهلي خلينا نقولها بقى ده شكل على مستقبل النادي الأهلي لكن قدرت ان انت تعدي او الشوط اول ما كانش يمكن الافضل لكن الشوط التاني كالعادة انت نورت فيه وحققت فيه حاجات كتيرة جدا فنقدر نقول دلوقتي ان احنا فوزنا على خلاص ياتل ساوندرز ودي كده كانت المرحلة التانية لسه عندنا مراحل كتيرة جدا لسه عندنا اهداف كتيرة جدا فسوفار زي ما بتقال كده احنا ماشيون بوقت وات سليمة مبارح مجدي افشا مش عشان هو جاب الجول بس بجد اللي حصل مبارح كان حلو عودة اللعيبة بتوعك مرة تانية كريم في كل مباراة بتلاقي اثنين تلاتة لعيبة بيرجعوا مرة تانية للتقلق بتاحهم للصورة اللي انت تعرفها عنهم ده في حد ذاته انتصار وانتصار حيرجع لللاعب وهيرجع للإدارة وهيرجع للإدارة الفنية دي مش سهل ان انت يبقى عندك مستوى معين من اللعيبة تذبذب في بعض الامور او في بعض الاحيان وبعكده عاد مرة تانية للتقلق بتاعه انا اعتقد ده انجاز يعني كبير جدا بيحسب لكل المنظومة فبجد مبروك علينا افشا مبارح وطبعا هو كان رجل المباراة ولسه عندنا بقى المرحلة القادمة اللي هي ربما تكون دلوقتي الأصعب خلينا نقول طبعا ريال مدريد يوم الاربع اللي جاي بإذن الله لا هتبقى فيها تنفسية هيبقى فيها ضغطة اكيد شديد جدا هيبقى فيه كلام كتير جدا مش هنقول توقعات ولكن هيبقى فيها كده زي دراسات وقراءات مختلفة وقراءة مختلفة للي بيحدث فبإذن الله الدنيا تعدي على خير بإذن الله نقدر ان احنا نحقق اللي احنا محقق نهوش نقدر نقول يا كريم قبل كده يعني الموضوع ما هواش يا جماعة صعب قوي ما هواش حلم صعب تحقيقه لكن اكيد هيبقى فيه لازم تركيز اكيد هيبقى فيه شغل على الارض محتاجين ان احنا نعمله فبإذن الله خير يا رب ان شاء الله اللي جاي يكون احسن واحسن بإذن ده على النادي الاهلي وطبعا شفنا اداء تاني نرجع ونقول اكتر من ممتاز في الموتشين اللي باتوا ولكن اكيد لكل مقام المقال ومقام ريال مدريد مش مقام هين باي حال من الاحوال وكذلك الحال احنا كمان وشفنا مليون تفصيلة تؤكد ان احنا كمان فريق مش سهل طبعا فيما يتعلق به افشا فطبعا افشا خلص الكلام كله وجاب من الاخر بهدف ولا اروع تسديدة صدها حارس سياتل لكن افشا لم يعني ما سكتش خلص بتسديدة تانية وجاب منها هدف الفوز افشا طبعا يستحق تماما لقب رجل هديء المغرامة فيش كلام وبالنتيجة دي بقى بيضرب الاهلي موعدا مساء يوم الاربع الجاي ان شاء الله يوم تمانية فبراير مع ريال مدريد الاسباني في اول لقاء رسمي بين الفريقين في تاريخهم والمواجهة الرسمية التانية على المستوى الرسمي مع بطل دوري ابطال اوروبا لو تفتكروا حضراتكم اللقاء الاول كان مع باير ميونيخ الالماني في نصف نهائي كأس العالم للاندية يوم تمانية فبراير 2021 انتهى يومها بفوز الفريق الالماني سبق للنادي الاهلي ان هو لعب في نصف نهائي كأس العالم للاندية اربع مرات الاولى في نسخة 2006 فاز فيها الاهلي باول ميدالية برونزية في تاريخه في هذه البطولة على حساب كلاب امريكا المكسيكي المرة التانية كانت في نسخة 2012 احتل وقتها المركز الرابع النادي الاهلي والمرة التالتة في نسخة 2021 وفاز يومها الاهلي بالميدالية البرونزية للمرة التانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي والربعة في نسخة 2022 وفاز وقتها النادي الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي طيب احنا كده بنتكلم شوية بالتواريخ وبنرجع للإحصائيات بس خلينا نتكلم في العموم كواني يا كريم انت اللي بيحصل والأداء والخطوات اللي النادي الأهلي حد دلوقتي بيعملها انت بتوصل ان انت تموحاتك بقية عالمية وده كلام مش استرسال وخلاص او ان احنا طالعين نشكر في نفسنا لا انا بتكلم بالورقة والقلم انا بتكلم دلوقتي بالتاريخ وبتكلم بالارقام وبتكلم بعدد البطولات وغيره واحنا هنخش بكل ده على فكرة مجاهزين لحضراتكم كل حاجة بالارقام وغيره وبس انا بتكلم في العموم انت دلوقتي شوف انت بتنفس فين شوف انت بتتكلم على اي مستوى دلوقتي شوف الاندية العالمية بتتكلم عنك ازاي فانت دلوقتي وصلت سقف الطموحات العالمية لما تريدك تتكلم عن هذه المنظومة منظومة كرة القدم المصرية أنت دلوقتي مين النادي اللي بيمثلك وبيتكلم عالمياً هو النادي الأهلي فهذه النقطة أنت دلوقتي طبوحاتك بيتعالية جداً ده من شق أو ده من جهة من جهة تانية وحنتكلم عن النادي الأهلي تحديد النادي الأهلي أنا ما بخافش أو أنا من الناس اللي ما بخافش عليه في المطشط الكبيرة يعني الأهلي فعلاً ممكن أن هو مستوي يبقى متوسط مع مباراة إلى حد ما يعني المنافس بتاعة طبعاً ما احترام كل المنافسين بس يمكن أرقامه أقل مننا بكتير بيلعب على فكرة عادي ممكن دمنا يقعد محروق لغاية التسعين بلاس لكن في المباراة الكبيرة النادي الأهلي بيقدر أن هو يتقلق منذ الدقائق الأولى وده شفنا حتى لو كان في شوت مثلاً بيدافع أكتر بيعتمد على الهجمات المرتدة أكتر لكن بيجي يخلص في الشوت الثاني شفنا أكتر من مرة وفي أكتر من يعني لقاء فهي دي النقطة اللي احنا برضو حابين نركز عليها